منتخب القطري منتخب القطري من صاحب أرضه الجمهور بالإضافة إلى المنتخب ده تكوينه مع فليكس سانشيز وهم عندهم 17 سنة ويصعد بهم إلى الفريق الأول ثم الخبرات الكبيرة رغم أن معدل الأعمار مش كم مش عالي لكن اللعيبة دي اكتسبت خبرات غير طبيعية بالمشاركة في احتكاكات قوية جدا كوبا أمريكا الكأس الزهبية تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم عندهم رصيد من الخبرات والاحتكاك بكل مدارس العالم يعني هذا يجرني سؤال آخر لدور النصف نهائي ترشح قطر أمام الإمارات ترشح قطر المنطق والورق بيقول كده تونس والعمان مواجهة صعبة جدا مش هتكون سهلة وإن كانت الكفة ترشح فكفت تونس ولكن المنتخب العماني ليس بالمنافس السهل للمنتخب العمان لا يبتلت مباراة قوية حتى مباراته اللي اختارها قدام قطر كان فيها متميز نزيم في الربع نهائي دائما بين الجزائر مصر والمغرب ومازال منتخب فقط تعرفوا عليه اليوم يعني هذا الرباعي من ترى أنه سيكون في الدور نصف نهائي؟ صديقنا رأي يقول قطر و قطر وتونس بدرجة وأنه يقول صعب المباراة من عماني نتمنى أنه تكون الجزائر لكن ممكن تكون الجزائر ومصر في النصف نهائي لأنهم تأهلوا من المجموعة مالحش يتلقوا في الربع نهائي وبالتالي ممكن يكونوا في النصف نهائي هم عيدا يكون نصف نهائي كبير قل جزائر ومصر والذي تتألني يقول لك جوكر أنا أمشي مع وسامة قطر من انتخب قطر يفوز من انتخب تونس حظوظه أكثر تونس وعمانيا والعمان برضو فرقة قيلة بس أتوقع تونس تونس ومصر والجزائر طبعا إن شاء الله إن شاء الله ونصر أكيد يعني مصر والجزائر نتمنى لكن كذلك الفريق المغربي عنده حضوط يعني دهب ويوصل إلى الدهب أما بالنسبة لقطر نظرا لأداء يعني أعتقد الفريق الوحيد الذي حقق ثلاثية أمام جماهير لا لحد الآن لحد الآن نحن أقول ليونوكين الجزائر أو مصر يحق ثلاثية لحد الآن كما قلت المغرب أيضا ممكن يحقق يعني فريق المغربي كذلك لا يستهن به يعني يقدم فريق شهاب فريق متكون من فترة بعيدة مع المدرب المحنك حمودة فأعتقد أن الكرة الإفريقية كرة شمال إفريقيا كرة شمال إفريقيا ستكون بقوة إن شاء الله في النصر بطبيعة الحال بما أنه متوجد كل من المغرب الجزائر تونس ومصر أربع منتخبات في الدورة المعنائية كلها من شمال إفريقيا نتمنى لها كل نختم حصتنا اليوم بالتأكيد بتكهونتكم حول المباراة ستكون بداية من الساعة العاشرة مساء هنا نبدأ بالكابتن تامينة في الجزائر ساعة تامينة في الجزائر تامينة بتوقيت الجزائر العاشرة بتوقيت الدوحة وليقول التعادل يقول للإندارات أيها لأنه لو يكون تعادل لازم يشوفه الإندارات أنا تعادل سفر سفر وممكن مصر يتكسب بالإنظارات بالإندارات بالإنظارات نازيم أنا أقول بغدادي يسجل زوج أهداف ولكن النتيجة الأخيرة تبقى عالمة استفاقات يعني الجزائر تفوز ربما يسجلهم أتنك هدفين ربما هو مش جبلوماسية ولكن التعادل الأقرب بس هيكون بالنتيجة إيجابية هي فيه أهداف لأن المنتخبين كل فريق عنده وعنده اللي وصله وليقول المرة سنسأل عن الإندارات الإندارات فيها تعادل عشان أنا عايز الأرعة القرعة راح نشوف إذا كافية راح تكون فيها مخدش مخدش كات الناصر ناصر بالنسبة أنا آخر تصريح لأمير سعيود اللي هو أسبق رو أنه لعب في مصر فقال إن شاء الله إذا مصر ما تلقت أهداف ستطلقها مع الجزائر قالها بمسحة إن شاء الله تكون أمنية لأنه سألوا الصحفي المصري قالوا قالوا في الشاوي لم يتلقى أي أهداف قالوا حتى الجزائر لم تلقى أهداف قالوا ممكن في الشاوي سيتلقى أهداف بداية من الغد كانت هذه في ندوة صحفية وكون تكهنة مفتوحة مفتوحة واللي ينهزم يقول اللي يفوز يقوله مبروك لأنه هذه هي كورت القدم اليوم تفوز غدا تتعادل بعد غدا تخسر تبقى إلا كورت القدم نشكره الكابتن نجمس الإسماعيلي ونجم المنتخب المصري السابق الكابتن فكري الصغير نشكرك على كلبية الدعوة شكرا لك كلمة أخيرة تفضل والله زي ما حضرتك قلت إن شاء الله عايزين المباراة تطلع بروح رياضية هناك اللعور حارس المرمى وليه أصحاب كثير إن شاء الله بإذن الله للمباراة تطلع بغض النظر على النتيجة إخوان وكلنا أصحاب وحبايب وإن شاء الله تطلع مباراة تليد بمنتخبين كبيرين في المنطقة والإثنين صعدين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكرا للدعوة أردوان وشي ما يخلك نلتقي إن شاء الله في العدد أخر ونتمنى وأنه تلاقاو كما قال من الناخب الوطني في الندول الصحفية اللي فاتمات إذا نشوفوا القدام إن شاء الله مازال القدام أسامة سويسي نشكرك على تلبية الدعوة وإن شاء الله نلتقي في مواعد أخرى أخوي يا ردوان طبعا أنا أنا في بيتي مش وإحنا لي ضيوف عندك لا مش بعتبر نفسي غريب بالعكس أنا في بيتي وبالصدفة اكتشفت وأنا ببص على الشاشة إن أنا وفكري بدون ترتيب على فكرة يعني سبحان الله يعني مصدفة مصدفة غريبة جدا لا انتفقته قبل بديل لا والله بالعب والله ما حصلش يعني أنا لبص الأبيض وحتيت رحيف بفل وسط آه يا أبيض نعم شوفنا نقطة حماء آه آه أنتم ما لبستوا الأخضر ألوان منتخب الجزائر اليوم حيدخل بالليباس الأخضر أيها نعم والمنتخب المصري بالأحمر نظيم لابس البديل البديل شكرا شكرا لك نختمه بكبتن انتعنا ولعبنا الدولي نصر ميكي داش نشكره على تلبية الدعوة وإن شاء الله نلتقي بك في الأعداد القادمة بيذن الله رانا ضيوف عندكم وانتارك ضيفنا في قناة الهدف في الجزائر آه صحيح يعني أنا أتمنى أنها تكون مباراة آه في إطار روح الرياضية يعني في الأخير هي مباراة كرة قدم وكل فريق وكل المسؤولين يسعاوا لحصول على هذه النتيجة مهما كانت يعني الخلفيات بعد هذه النتيجة نتمنى أن الجماهر الجزائرية تكون وتناصر فريقنا بقوة مهما كانت النتيجة لأن الشعب الجزائري أصبح متحضر ويعرف الكرة نتمنى أن يساند الفريق إلى آخر هذا خاصة وأن المنتخبات الجزائرية لديها مواعيد أخرى تنتظرون فمن الجانب الإيجابي أن نكون وراء هذا المنتخب للوصول إلى نتائج إيجابية خاصة بتصفية كأس العالم وكذلك كأس فريقية التي اضطر بك شكرا لك